طيب رحنا لموضوع ربطة الاندية المحترفة في اجتماع الجمعية العمومية اللي عقدتها اللجنة الخماسية وقت اقرار الليحة في ربطة اندية المحترفين تحديدا كان فيه بند في مشروع الليحة غير منطقي بمعنى ان الجمعية العمومية الممثلة في اتحاد الكورة اللي ممكن تكون حوالي تسعين او مية او مية وعشرين نادي حسب التغيير اللي عيتم كل سنة بناء على التصنيف هي اللي تقول شكل الربطة والمكتب التنفيذي والليحة وكل حاجة متعلقة بربطة اندية الدور الممتاز الاهلي في هذا الاجتماع كان قال غير منطقي ان الجمعية العمومية لاتحاد الكورة بشكل عام هي اللي تناقش تفاصيل ربطة الاندية المحترفة وكان النادي الاهلي عنده رأي ان ربطة الاندية المحترفة تكون موجودة كمسمى داخل ليحة النظام الاساسي لكن يتم منقشة المشروع النظام الاساسي وتشكيل الربطة ودور الربطة من خلال اندية الدور الممتاز فقط النهاردة اللجنة السلسية لما تم عرض هذا الامر عليها الأستاذ أحمد مجاهد قال أن كل نادي يقدم المرشح بتاعه خلال الأسبوع الأول من شهر يناد لتشكيل المكتب التنفيذ للربطة وفقاً لما نصت عليه اللايحة المعتمدة من الجمعية العمومية عشان تبدأ الربطة تشكل لجنة المسابقات والمشروع اللايحة وفتح حساب بنك ديها الفترة اللي جاية إذن اللجنة السلسية هي مع الأندية في هذه الفكرة أن ربط الاندية المحترفة يكون مناقشتها من خلال أندية الدور الممتاز فقط آه في مشروع النظام الأساسي أن الربطة موجودة في اللايحة لكن كل التفاصيل المتعلقة بالربطة سواء التشكيل أو مشروع اللايحة أو كل التفاصيل المالية المتعلقة بالربطة ده يكون شأن أندية الدور الممتاز والنهاردة كان فيه استجابة لهذا الأمر وده فكر احترافي هيبدأ يتطبق الفترة اللي جاية طيب أمري تاني النهاردة اللجنة السلسية اهتمت بيه بخلاف الإجراءات الاحترازية اللي هيتم تعديلها الفترة الجاية حرصاً على سلامة كل اللاعبين وهو أمر متعلق به القيد طبعاً اللجنة السلسية أول ما عينت بشكل رسم من الاتحاد الدولي خطت قرار مميز ورائع جداً وإحنا هنا كنا أول من تحدثنا عنه وهو فكرة أن القيد لازم يكون في يناير مش في فبراير ولا مارس وبالفعل اتعدل معاد القيد وبقى في شهر يناير من 1 إلى 30 يناير أمر آخر تم إضافة 5 لاعبين بخلاف قيمة 30 لاعب وده كان شيء رائع جداً لأن انت في النهارة لما قلت لو فيه 16 لاعب في الفرقة عنده لقدر الله كورونا تقدر تلعب المباراة بـ 14 طب خلاص زود للقايمة عشان بدل ملعب بـ 14 لابع عنده 19 وعنده 20 فاللجنة السلسية لما جات زودت القايمة وخلت فيه 5 لاعبين إضافيين على قائمة التلاتين وده كان شيء رائع النهار ده بقى تم شيء فوق الرائع فوق الممتاز بصراحة بأمانة وهو فكرة عودة قائمة الانتظار من جديد انت بترجع قائمة الانتظار لمصلحة القرى المصرية بشكل عام ليه بقى؟ ان انت في النهاية انت في ظرف استثنائي بسبب موضوع فيروس كورونا محدش عارف بقر هيحصل ايه؟ محدش عارف تطور الفيروس ده الفترة الجاية هيبقى ايه؟ ومدى تأثيره على المباراة احنا شفنا الاتحاد الافريقي بيزود القايمة لـ 40 لاعب فبالتالي انت هناك اتحاد قرى ماشي مع اللي موجود في القرى الافريقية والقرى العالمية فكمان فتحت القايمة وقلت عندك 3 لاعبين ويتنج في قائمة الويتنج لست تقدر تدفهم الفترة الجاية اذا كان لديك فرصة للتعاقد مع لاعبين اخرين والقايمة عندك خلاص افلت وعايز تجيب لعيبة تقدر تطلع 3 من القايمة وتحطهم على الويتنج لست اولا قرار مميز جدا وهيفيد كل الاندية بصراحة بشكل رائع الفترة الجاية لذلك بصراحة انا النهاردة سعيد جدا بنتائج هذا الاجتماع ودور النادي الالي في هذا الاجتماع وكل الاندية اللي كانوا حضرين حتى لما البعض كان بيتكلم على المدينيات وممكن اندامش عندها فلوس تدفع مدينيات عشان اتحاد القرى يحصلها ويقدر يصرف على التقنية كان في اكتراح رائع جدا من الاستسطراء انديل انه ممكن حتى المدينيات تتسدد بنسبة 15% او 30% عشان الكل يقدر يساعد ونمر بالمسابقة لبر الامان في النهاية الكل بيشتغل لمصلحة القرى المصرية والنهاردة البداية مبشرة بصراحة التقنية موجودة زيادة القيمة لتلاتة ويت انجليست الفترة الجاية فده شيء رائع ونتمنى يا رب بإذن الله الفترة الجاية ما يكونش فيه ازمات ولا مشاكل والدنيا تهدأ لان احنا عندنا مسابقات افريقية سواء للاندية او للمنتخبات مهمة جدا ومحتاجين ان احنا نركز جهدنا كلها جو الملعب عشان الاندية او المنتخبات تعمل نتائج ايجابية خلال الفترة اللي جاية وخريطة طريق القرى المصرية تسير بشكل ايجابي